السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب هذه المحاضرة تعزيزية لمحاضرة المثلث الفلكي ومثلث غام الزاوية بعض الأمور اسم المحاضرة هي الشروط الخاصة برسم وحلول كل من المثلث غام الزاوية والمثلث الفلكي قبل كل شيء عيد ما هو موجود من المثلث القائم الزاوية سبقا قلت لكم انه عملية رسم مثلث اهم شيء توزيع الى الله حسب ما موجود بالسؤال اذا السؤال الطالك المثال قائم الزاوية المثلث ACB تقدر انت ترسمه ACB يعني من الجهة ومن الجهة وبالحالتين كلها راح تكون توزع الدوار حسب ما موجود مع أقرب الساعة يعني هذا المثلث اللي هو المثلث ومثل بأي جزء من دائرة استركلا وراء البي تجينا زاوية تسعين سي ما نحتاجه نحط الأي تسعين منص بي تسعين منص سي ونص تتحكم برسم المثلث حسب ما هو موجود بالسؤال فالشروط هي اولا مثل ما قلت الانتباه ما هو الحرف الذي فيه خامز زاوية رسمه مثلث عن دزيل وتوجع الحرف حسب ما قلنا وتلك هي الشروط بعد الانتهاء من الرسم العوس المثلث في اي نقطة تحدد في السؤال او التمنية لا بد انك شروط لذلك الزوايا وهي اذا كان ظلعا الزاوية القائمة ظلعا ايو بي اقل من تسعين او اكبر التسعين فان الظلع سي مقابل زاوية القائمة يكون اقل من تسعين حطيتي هناك كلمة ايو بي اكبر من تسعين وازر من تسعين فاذا يجب ان يكون الظلع تسعين الظلع سي يخل من تسعين هاي من تحلها تحطها يقبالك الشروط اول ما يجيك السؤال لازم تكتب اذن ثلاثة ان قبالك حتى يطلع حلك صح لازم تشيك كذا طلع غلط يعني اكوف الشي عندك اما برسم الدائرة او تخسيم او الزوايا او الحل ثنيا وهو المهم اذا كان احد الزلع الزاوية اقل من تسعين يعني ال�asy向 بي اقل من تسعين والاخر اكبر من تسعين فان قيمة تزلع سي اكبر من تسعين يعني هنا هم يمكننا نسويه اذا سي اقل من تسعين و بي اكبر من تسعين هم يظل نفس العملية سي اكبر من تسعين عند ظهور أي قيمة سالبة لأي زاوية فإنها تتعامل مهمية 80 درجة للحصول على نظيرته والحال الصحيح يجب أن يكون هناك تحقق من صحة الحل بعادة احتساب المعلوم بالسؤال من خلال المجاهلة التي حصلت وآخر محاضرة سنرى مثاليا هذا الموضوع هذا فيما يخص مثلث قائم الزاوية نابية أما فيما يخص مثلث رسم الفلكي طلاب هذا الرسم الفلكي يعني قبل كم يوم سألني واحد من الطلاب صف الرابع على سؤال معين قلت لها نسيت الموثلة الفلكي فهو يعني هالقوانين رح ترجع وقل لك رح تجي لك أنت أيضا بالجودة فلا بد أن ته تعرف شنو معنى الفاي والأتش والأور أنقل والألتشوت شون ترسم شون كذا لازم تعرف الزنث والبول والأفق والكويتر المهم أن الغرض من رسم المثلث الفلكي هو الإيجاد العناصر خاصة فأما نجد الاتجاه أو زاوة الساعة أو الميل أو ارتفاع أو زاوة العرض حسب أعطي هذا السؤال يعني كل موجود بالسؤال ما نعرف شنو يجي بس إذا ريد نحل هذا المثلث بأحد الشروط يعني راح أعوف الفاي وعوف الألتشوت وعوف الديكنيشن راح أتشلب بالأور أنقل والأزيموث في الحالة الأولى في حالة تعطى قيمة الأور أنقل أقل من 180 درجة يعطيكها بالسؤال قل من مثلا طيقها 25 45 حد الميال قل من 180 فشنو هذي الشرط يترتب علي يترتب عليها من الشوف أقل يعني البول يكون يسار الزت يعني استشوف هذا مثال هنا الزاوية قد أور أنقل 42 درجة 6 دقائق مباشرة راح ترسمي هذا الرسم يعني البي راح تصير يسار الزت وطبعا بي زيت يشير إلى النورث وبما أنه زاوية الساعة أقل من 180 فهذا يعني أن البول على يسار الزت وأيضا بما أنه زاوية الساعة التي تقاس على دائرة الأفق من الجنوب من الساوث إلى مسخط النجم وين النجم هذا مسخطة وين مسخطة هنا على الدار الأفقية سيكون باتجاه الغرب فإذا النجم راح يقع بالجهة الغربية من كرة الأرضية من كرة السفيق بقوا هنا بهذا السؤال راح ت يا واحد مثلة أنا لقيته المنزل المنزل 40 درجة 6 دقائق وإذن المنزل إلى المنزل باتجاه الوست المنزل في المنزل 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 أما بالنسبة لاتجاه الأزيموث فحسب تعريفه بأنظمة الإعداثيات فإنه دائما يقاسب من الشمال أما بالتجاه الشرق والغرب ويعتمد على الموقع النجم أما في الجزء الشرق من دار السماوية أو الجزء الغلبي وحسب مبين باللغة الإنجليزية هنا وحسب وهذا المثال سوف تضع هنا هذا نفس المثال الموجود لديكم عشرة أجل هنا الأزيموث أجل هنا العفو الأول أجل هنا الأزيموث ستة انتهى 42 ستة إذا هذا الرسيم يكون قبالك هس أنا ما علي بالدك وما علي باللاتيوت أنا هس دا دور السؤال يقول إحسب الأزيموث أنا هس محاضرتي شون أحسب الأزيموث وال الأور أنجل بال أزيموث من أور أنجل بالمثلث الفلكي أجعل هذا المثلث 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 من المثلث أطبقها رح يطلع لي كوسين الأزيموث مينس أو بوينت فور أدوس انفرس رح يطلع لي مية و ستعاش خمسة نكتب لازم نكتب ويست أريد أوضح لكم الشكل على هذا اللي أنا رسل شوف تلاب هذا نفس ذاكو الشكل نفس هذا الشكل هذا اله هو نفس هذا اله من الساوث إلى الستار إذا نجد خيمتها 42 درجة الأي طلعناها مية و ستعاش درجة الأي شون طلعناها بخانون كوسين مع المثلاث الفلكي شون أحسبها؟ أحسبها من نانا من أن من حسب التعريف وباتجاه الويست ايهاي من نانا مية و ستعاش درجة باتجاه الويست هذا ما يسمح لي نشرح بهذا حتى الحجم ما تفاين يكون أقدر بشكل سريع وأكمل بعدها محاضرة أخرى شكرا شكرا شكرا